اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فعن حديبة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيضل أثارها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيضل أثارها مثل أثار المجل فتقبض الأمانة من قلبه فاوكي لايحة في جذر قلبه تاريهما اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة